ولكن فليني بقى اخدكوا امبارح ليه معتش ازمالك والحقيقة امبارح استاد القاهرة شهد تحقيق ازمالك انتصاره التالي على التوالي في واحدة من اخر اربع مباريات متبقية ليه في معرس دوري نايل الطويل جدا جدا اللي احنا يعني مش عارفين هو طول بشكل كبير قوي مش عارفين بقى يعني احنا بجد منتظرين الموسم ده يخلاص يعني باقصى سرعة ممكنة ولكن الاهم في المكسب انه تحقق بربعية ودي حاجة كبيرة جدا ونتيجة كبيرة جدا تاني لأكبر مكسب لزمالك في الموسم ده بعد طبعا الفوز على صموحة بخماسية في الدور الاول وكمان بقى دفعنا الفوز ده للمركز الثالث في جدول الترتيب بفارق مباراة اقل كمان عن النادي المصري اللي لاعب 32 مباراة مقابل 31 مباراة فقط لزمالك مباراة مباراة شهدت تقلق لناصر منسي اللي استعاد كده ذاكرة التهديف بثنائية رائعة خلصنا بيها الشوت الاول متقدمين بنتيجة 2-1 ثم نزل يوسف ابعمة خالد وواصل برضو تقلقه وسجل ثنائية جيدة وثنائية جديدة خلصت برضو المباراة وضمنت زمالك للوصول للنقطة رقم 52 فوز الحقيقة كان مهم جدا فنيا ورقميا ومعنويا ومهم جدا للعيبة ومهم للجمهور ومهم علشان نحسن ترتيبنا في الجدول زي ما قلنا لو ما فوزناش بالدوري فاحنا احسن حاجة نعملها ان احنا نفنش في يعني التوب 3 او نفنش في المربع الذهبي احنا بشكل كبير قوي يعني خلاص اتحسمت وشوية بشوية كده برضو بيثبت خسيجو ميز انه كان معاه حق في راحة بعض اللاعبين الكبار بالتدريج وبالتناوب لان فكرة التحام موسم فموسم دي يا جماعة هتعمل مشكلة كبيرة جدا وده شكل من اشكال الجنون فعلا زي ما هو سبق وصف لان كبار يا جماعة الزمالك المتبقي ليه اصبح مباريات ترتيب مراكز ليس اقل ولا اكثر يعني احنا في الاول وفي الاخر بنتكلم هنرتب بقى يعني وضعنا هيكون فين في الترتيب مش هتكون فوز بالدوري زي ما احنا تكلمنا كتير في نهارك ابيض مش فوز بالدوري هو ترتيب الزمالك هيكون فين في المسابقة دي والحقيقة احنا بشكل كبير يعني ماشيين بشكل كويس بعض طبعا المشاكل والعقبات اللي قائنا فيها ولكن يا خالد عايزة اسألك يعني انا بقول احنا عندنا برضو علامة استفهام على الدفاع في الزمالك لان احنا برضو ما ينفعش ان احنا نستقبل العدد ده من الاهداف في المسابقة دي طبعا اللعيبة بتعمل كل اللي عليها وطبعا اللعيبة بتنزل فعلا تبذل اقصى جهد عندها وشفنا مستر خسيجو ميز وفكره والستراتيجية اللي هو بيحاول يحققها بفكرة التناوب ومزيج الشباب مع اللعيبة الكبار وشفنا ده نفاعنا في حاجات كتير قوي زي الشناوي وزي غيره من اللعيبة الشباب لو هنتكلم عندنا كتير يعني من اللعيبة الشباب اللي نزلت وتقلقت في الفترة الاخيرة مع نادي الزمالك ولكن عندنا علامة استفاهم حقيقية على دفاع نادي الزمالك انت رأيك ايه؟ بالمناسبة المشاكل الدفاعية بيعني منها الفرقة كلها مش بس نادي الزمالك لكن احنا لو انت بقى بتتكلمي بالتحديد عن نادي الزمالك في نادي الزمالك احنا بنلعب بقى سنتين من غير المدافع الاهم في نادي الزمالك والمدافع الاهم في الكرة المصرية والافريقية محمود حمد الوينش مصطفى الزناري بعد ما ابتدى ياخد بعد كده اتصاب عندك حمزة المسلوسة يعني برضو تعرض لبعض الايقافات في بعض المطشات بسببها الانذارات او بسبب الاصابات حسام عبد المجيد بقى له اهو بتاعة داخل في الاربع خمس مطشات او لكن انا بتكلم عن لعيبة الشباب برضو يا خالد يعني مش بتكلم عن الكبار اللي عندهم ظروف تخليهم ما يبقوش موجودين لكن بتكلم عن لعيبة الشباب لعيبة لسه صغيرة لعيبة لسه عايزة تتعلم فاحنا مجد يحصل منه خطأ في مطش بيرامدز وما رفعي حصل منه خطأ في مطش المقاولين برضو اللعيبة بقى دي بص يا ملابع العيبة صغيرة لسه طالع يعني يبقى فيه خطأ بالشكل ده العيبة يتأثر نفسيا اه طبعا لا احنا ضد فلو خد المطش اللي بعدين مش هتلاقيه برضو ايه بنفس الحماس وبنفس التركيز العيبة الصغيرة دي تبقى محتاجة اعداد نفسي نفسيته اصدق نفسيته بتفرق يعني العيبة الصغيرة تبقى محتاجة اعداد نفسي بشكل كبير وشكل مهم خاصة اما يكون فيه خطأ فكل ده فرق معنا كل ده اصر معنا في المشاكل الدفاعية وبعدين احنا شوفنا نتكلم اخر كماتش كل شوية الدفاعي يتغير نلاقي حمزة المسلوسي والزناري نلاقي حمزة ورفاعي نلاقي حمزة ومجدي بيتغير بشكل كبير فعلا في كل مجرام نلاقي الزناري ومجدي فما فيش الدفاع من الخطوط المهمة جدا في اي فريق انا دين انها لازم تتثبت دي حقيقة طبعا طبعا كل شوية غير فالمدارك بقى غصبا عنه بيتعرض للظروف دي وللحاجات اللي بتحصل لكن كل ده ان شاء الله بإذن الله هيتعالج وهيتحسن بشكل كبير خلال الفترة اللي جاية لكن اهم حاجة بقى ان الزمالك ورغم زي ما قلنا الموسم الصعب اللي ان شاء الله خلاص بإذن الله يعني ايام ويخلص على خير مستر جوميز بعمل بيغير في التشكيل وبيرايح في العيبة ويدخل في العيبة جديدة كل ماتش تقريبا لكن ان الفريق بعد كل ده يفنش في المركز التالت فبالنسبان يعني طبعا مش مرضي بس مقبول تخليك تقفل الدوري المحلي بشكل لحد ما جيد فضلنا تلات مباريات نكسب اتنين فيهم على الأقل نقدر نحافظ على ترتبنا وننهي الدوري بصورة زي ما قلت مقبولة لكن هي اكيد بالنسبان مش مرضية لو هنتكلم على العيد تاني مبارح تقالك وبصراحة كل ما بينزل بيبقى ليه بصمة واحنا كنا دايما بالنادي ونقول ان لو رجع لمستوى ولو خد اكتر هيبقى يعني حاجة كبيرة جدا معنات الزمالك وهيفرم معنات الزمالك يوسف اوباما عمل مبارح جيم ممتاز نزل خلص الماتش للزمالك وهو يعتبر تاني هدف الفريق فيه الدوري ويقف الموسم الحالي بتمن اهداف ورازيزه بهدف وكمان عبدالله السعيد لكن اوباما بيلعب في مكان غير مكان يعني بيلعب في مكان مش في مكانه في الملعب بياخد على فترات تتعرض لاصابات فكل ده اثر على مستوى كمان عمر جابر رقم مميز جدا في صناعة الاهداف موسم واحد انت بتتكلم يعني عمر جابر برضو كباكرايت ان هو يعمل العدد ده من الاسستات او صناعة الاهداف هو رقم مميز جدا عمر جابر زي ما احنا ناديم بنشوف شوية باكرايت شوية باكليفتي نعم حقيقة احسن نسخة لي شوناها بالضبط جوكر في فريق نادي الزمالك فكل ده من الحاجات ومن المكاسب اللي نادي الزمالك تلع بيا انه خبرات كبيرة اوية خالد ولاب كبير طبعا عمر جابر مفيش خلاف عليك بنشوف نسخة منه ممتازة كابتل من كابتل نادي الزمالك وان شاء الله بإذن الله منتظرين احسن ومنتظرين الاداء يتطور خلال الفترة اللي جاية وان شاء الله بإذن الله يعني ربنا يوفق نادي الزمالك وربنا يوفق مستر جوزي جومز ان هو يقدر على قد ما يقدر خلال الفترة الحالاء وخلال التلات مطشاط المتبكية نادي الزمالك ان هو يحقق اكبر استفادة لي واكبر استفادة للفريق خلال ياندين الموسم اللي جاي من خلال بقى سياسته وطريقته وافكاره لو عايزة تطبقها خلال الوقت الحالي